أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ومرحبا في حصة جديدة من حصة اللغة العربية من منصة التميز النموذجية الموضوع الثاني بعنوان التنور الكبير التناول الرابع من البلاغة الإيجاز وتعريف الإيجاز نقول أن الإيجاز هو جمع المعاني الكثيرة أو المتكاثرة تحت لفظ قليل مع الإبان والإبصاح بمعنى أننا نأتي بمعاني كثيرة نعبر عنها بألفاظ قليلة مع وضوح الكلام وفهمه وللإيجاز أنواع منها في هذا العام إن شاء الله إيجاز قصر وإيجاز حذف إيجاز قصر وإيجاز وإيجاز حذف نأتي إلى التوضيح بشكل أكبر إيجاز القصر هو التعبير عن معاني كثيرة بألفاظ قليلة دون حذف في الكلام يعني أعبر عن المعاني الكثيرة مستخدما ألفاظ قليلة وليس هناك حذف في كلام في الكلام الذي أتحدث به فإذا كان هناك حذف فهذا يسمى إيجاز الحذف وهذا هو النوع الثاني إذن إيجاز القصر هو التعبير عن معاني كثيرة بألفاظ قليلة دون حذف في الكلام وإيجاز الحذف وهو النوع الثاني يكون بحذف حرف أو كلمة أو جملة كاملة أو جمل قال تعالى ألا له الخلق والأمر فإذا جئنا إلى كلمة الخلق نجد أنها تحوي معاني كثيرة فهي كل ما خلقه الله تعالى من مخلوقات في السماوات والأرض والمجرات والكواكب وكل ما كان من الخلق في الماضي وسيكون في المستقبل فكلمة الخلق عبرت عن معاني كثيرة وليس هناك حذف قال تعالى ولكم في القصاص حياة مياء وللألباب نجد أنه عبره في القصاص حفظ للحقوق وردع للقاتل وحفظ للدماء والأعراض وصيانة للنفوس والمجتمع نجد كل هذا في كلمة في القصاص حياة فاستخدام في القصاص حياة عبرت عن معاني كثيرة في كلام قليل وهذا يسمى الإيجاز جاء رسل يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي قل يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم فالأمر بالاستقامة من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إجاز لكثير من السلوك والأفعال منها الطاعة والأمر بالمعروف واجتناب المنكرات والمعاصي والعمل الصالح والصلاة وبر الوالدين وكثير من أعمال البر فكلمة استقهم كلمة واحدة شاملت معاني كثيرة فهذا هو الإجاز قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة فكلمة البيان لها معاني كثيرة وهيها كالفصاحة والبلاغة وحسن التقسيم والخيال وجمال الألفاظ والتعبير في معاني كثيرة بألفاظ قليلة إلى آخره من ألوان البيان فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإجاز للتعبير عن معاني كثيرة بلغض واحد وهو كلمة البيان نأتي إلى إيجاز الحذف في الأمثلة السابقة استخدمنا ألفاظ قليلة وعبرنا عن معاني كثيرة دون حذف نأتي الآن إلى إيجاز الحذف وهو إما أن أهذف حرفا أو أهذف كلمة أو جملة أو جمل كثيرة قالوا تالله تفتاء تذكر يوسف سنرى ماذا حذف في هذه الآية والكلمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سنجد الآن بعد قليل سنشرح والجملة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما حال ثم الجمل مثال ذلك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وهذا في القرآن أما الشرح قال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وتقدروا الكلام إخوة يوسف لأبيهم تالله لا تفتأ فالمحذوف لا لأنا لا تفتأ معناها لا تزال تذكر يوسف وتعتقد حياته فالمحذوف حرف النفي لا هنا هنا يجاز بحذف حرف وهو لا قال أبو محجن الثقافي وهو يؤنن إقلاعه عن شرب الخمر فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديمة فالمقصود في بيت الشعر فلا والله لا أشربها أو لن أشربها وليس المقصود أنه سوف يشربها فهو كان يشرب الخمر ثم عندما جاءت معركة القادسية تاب وأقسم وقال هذا البيت فلا والله أشربها أي لا أشربها فالمحذوف هو حر الله أما قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبة فتقدر الكلام مالك يأخذ كل سفينة صالحة فالمحذوف كلمة صالحة فقد كان هذا المالك الظالم يأخذ كل سفينة صالحة سليمة وحينما جاء الخضر أحدث في هذه السفينة التي كان يركب فيها ثقبا أو عيبا حتى لا يأخذها هذا المالك ولذلك جاء القرآن الكريم وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبة فلم يقل سفينة صالحة اختصارا وإيجازا بحذف صالحة وهو حذف الكلمة قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون فهو لن يسأل القرية قدرانا وحجارة وبيوتا ولكن سوف يسأل أهل القرية وتقدير الكلام واسأل أهل القرية فالمحذوف كلمة أهل وهنا طبعا الإجاز والحذف للبلاغة يعني نحن صادقون لدرجة أنك إذا سألت قدران أهل القرية وجدرانها وبيوتها فسوف يشهدون لنا أن صادقون نأتي إلى الأمثلة قال تعالى قالوا طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين الإجاز هو إجاز بحذف حرف لا تفتأ التقدير لا تفتأ قول أبو محجن الثقافي كما سبق وقنت شرحنا فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديمة الإجاز هنا إجاز حذف حرف وهو لا أشربها قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة هنا الحذف أو المحذوف هو تقدير شريعة الله إنما جزاء الذين يحاربون شريعة الله لأنها لا قبل الإنسان أن يحارب الله سبحانه وتعالى ولذلك يمكن أن نقدرها دين الله أو شريعة الله أو رسالة الله فالمحذوف هو المضاف المثال الرابع قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة فهنا التقدير وكلمة سفينة صالحة فحذف صالحة وهذه الصفة فحذف الصفة وهي كلمة المثال الخامس قال تعالى وآتين ثمودا ناقة مبصرة فالموصوف نجد في المثال السادس أنه حذف قال الشرط قال تعالى ما اتخذ الله من ولده وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق حذف جملة فعل الشرط وسنراها الآن شرحا قال تعالى في حكاية موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب عليه السلام فسقع لهما ثم تولى إلى الضل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا محذوف هنا عدة جمل في المثال الخامس قال تعالى وآتينا ثمودا ناقة مبصرة إذا فكرت ما المحذوف ما المحذوف انظر آية مبصرة أي أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الناقة آية مبصرة يشربون وتشرب وينعمون بها ولكنهم كفروا بها وقتلوها وقتلوا فصيلها أي ابنها بالآية التالية قالت على ما تخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق المحذوف إذ لو كان معه آلهة أخرى لذهب كل إله بما خلق وكأن الكلام ما تخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذ لو كان معه آلهة أخرى لذهب كل إله بما خلق فحذف هنا وفهم الكلام من الحق فهنا حذف جملة كاملة والكلام مفهوم وهذا في قمة البلاغة وفي الآية حكاية عن ابنتي شعيب حذف جمل كثيرة التقدير فذهبت إلى أبيهما وقصت عليهما كان من أمر موسى حينما سقى لهما ثم ذهب وعاد إلى أبيهما فأرسل إليه إحدى بناته فجاءته إحدى بناته تمشي على استحياء وأخبرته بأن أباها يريده كل هذه الجمل حذفت وهذا من البلاغة والبيان فهذا يسمى يجاز حذ نأتي إلى التدريبات المثال النوع الأول من التدريبات بيّن صور الحذ إما أن تكون كلمة أو جملة أو أكثر من جملة فيما يلي وقال تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم نجد أن المهضوب جواب أما فأما الذين سودت وجوههم فيقالوا لهم أكفرتم بعد إيمانكم فيقالوا لهم أكفرتم بعد إيمانكم المثال التالي وقال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا ما المهضوب؟ نجد أنه جواب الشرط ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى ماذا يحدث؟ لكان هذا القرآن ثم بل الله الأمر جميعا فالمهضوب جملة دا كان هذا القرآن وهو جواب الشرط قال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم ما المهضوب؟ جواب القسم حينما قال تعالى قاف والقرآن المجيد بما أقسم؟ أقسم بالقرآن المجيد على ماذا؟ إثبات البعث والنبوة والمعاد قاف والقرآن المجيد لَتُبْعَثُنَّا وَلَيَكُونَ النَّرَكُمْ مَوْعِدًا تُحَاسَبُونَ ثم يقول بَلْ عَاجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُوا مِّنْهُمْ يُنْذِرُهُمْ بِيَوْمِ الْبَعْثِ فالمحدود جواب القسم وهو جملة أمثلة أخرى قال تعالى لمن كان يرجو الله نوع الحذب حسب كلمة المضافر لمن كان يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى فحذفت كلمة رحمة وهذا النوع هو حذف كلمة وهو المضاف قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فالمضاف هو المهذوف أي جاء أمر ربك جاء أمر ربك فالمهذوف أمر ربك كلمة أمر هل لا سألت الخيل يا ابنة مالكي المهذوف هل لا سألت أصحاب الخيل فرسان الخيل ركمان الخيل فالمهذوف هو المضاف أي كلمة وقال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة فالمهذوف الموصوف عملا وعمل عملا صالحا ومن تاب وعمل عملا صالحا فكلمة عملا هي المهذوفة في إلى النوع الثاني من التدريبات تعبر عن معنى بعبارة تشتمل على إجاز قصر فمثلا الإنسان يعرف بقلبه النقي الذي يحمل الخير للناس وبطيب كلامه الحسن هذه جملة طويلة كيف نختصرها يمكن أن نقول المرء بأصغريه قلبه ولسان المثال الثاني يظهر خلق الإنسان الأصيل في المواقف مهما هاولا إخفاءه عن الناس مهما هاولا إخفاءها عن الناس أي المواقف أو إخفاء ما في نفسه عن الناس فالإجابة الطبع يغلب التطبع فهذه عبرت عن المعنى السابق الشخص الذي امتلى قلبه بالحقد يصدر منه كلاما خبيثا والطيب يصدر منه كلاما طيبا فهذا كلام طويل كيف نختصره ونعبر عنه بإجاز القصر نقول كل إناء بما فيه ينضح أو كل بما فيه ينضح يجوز أن نقول ذلك أو ذلك هكذا انتهينا من هذا الدرس ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة